هذا المشهد حدث بالفعل قبل خمسة أشهر جنود إسرائيليون يهاجمون إحدى سفن أسطول الحرية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة أما هذا فهو ما يوصف بأنه الرد التركي على الحادثة ودي ذئاب فلسطين عنوان الفيلم التركي الذي تكلف نحو عشرة ملايين دولار فيلم على طريقة أفلام رامبو وجيمس بوند يرى مراقبون أنه قد يزيد التوتر بين إسرائيل وتركيا وفي تفاصيله يفأر بطل الفيلم من القائد الإسرائيلي الذي أمر بالهجوم على سفينة تركية كانت في طريقها إلى قطاع غزة يهدد الضابط الإسرائيلي بطل الفيلم التركي بأنه لم يخرج حيا مما سماها أرض إسرائيل الموعودة يرد التركي قائلا إنه لا يعلم شيئا عن هذه الأرض لكنه يعيد بدفن الضابط فيها في إسرائيل ترفض وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الفيلم المنتظر لكن آخرين قالوا إن أنقرة تسير على درب إيران أصرت إسرائيل سابقا على أن جنودها دفعوا عن أنفسهم في مواجهة نشطاء الذين كانوا على متن أسطور الحرية وردت تركيا بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مدنيين عزل العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت بعد الهجوم مما دفع أنقرة إلى سحب سفيرها في تل أبيب وطالبتها بالاعتذار وتعويض الضحايا وهو ما لم يحدث حتى الآن إسلام محيدين بي بي سي ترجمة نانسي قنقر